14 دولة حازت على عضوية مجلس حقوق الإنسان مقابل خسارة العراق عضويته كمرشح لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بعد ثلاث سنوات فقط من اختيار العراق نائبا لرئيس المجلس التابع للأمم المتحدة خسارة العراق جاءت في مسابقة المجموعة الآسيوية لأربعة مقاعد أمام اليابان وكوريا الجنوبية وأندونيسيا بل وحتى جزر مارشال الدولة الصغيرة التي لا يتجاوز تعداد سكانها المائة ألف نسمة خروج العراق كان محاصلة طبيعية لعمليات القمع الممنهجة التي تمارسها الحكومة والميليشيات على مدى سنوات وهما بدى جليا أكثر مع الانتفاضة التي انطلقت مطلع الشهر الجاري حيث سقط مئات الشهداء وآلاف الجرحى نتيجة استخدام القوة المميتة تجاه المتظاهرين السلميين رافق ذلك حرب شعواء على حرية الرأي والتعبير شملت إغلاق ومهاجمة مكاتب لقنوات فضائية وملاحقة الصحفيين وتهديدهم أسوة بالناشطين والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي كما تم حجب خدمة الانترنت هيئة علماء المسلمين في العراق أكدت أن خسارة العراق مقعده في مجلس حقوق الإنسان تعد دليلا على مصداقية ما وثقته المنظمات والمراكز الحقوقية المحلية والدولية من انتهاكات الحقوق الإنسان في البلاد مشددة على أن إقدام الدول على رفض ترشيح العراق تبقى خطوة ناقصة ما لم تقم المنظمة الأممية بواجبها في منع الانتهاكات بإدانة الحكومة في بغداد ومحاسبة المجرمين فيها الذين اتخذوا من صمت المجتمع الدولي ذريعة لاستمرار جرائمهم وضوءا أخضر للمضي في انتهاكاتهم خبراء قانون حذروا من إمكانية أن تعيد الأمم المتحدة العراق إلى البند السابع لأن ما تشهده البلاد يمثل أخطر أنواع انتهاك حقوق الإنسان من قتل للمتظاهرين أو الاعتقالات الإدارية دون أوامر قضائية وهو ما يخالف المادة الرابعة عشر من مثاق العهد الدولي المتعلق بضحايا سوء استخدام السلطة مشيرين إلى أن حصول هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان يسمح للجمعية العامة تحول الأمر إلى مجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم